بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معاكم نجاة عفيفي وفي حكاية قويسة أو هتعجبكم عن سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه قتل اتنين من الكفار في غزو البدر فنظرت زوجة أحدهم ان تشرب الخمر برأس خبيب بن عدي وهتدفع للي يقبض عليه أي تمام وفي واقعة بئر معونة احتل الكفار على تلاتة من الصحابة منهم خبيب خبيب فقتلوا اتنين منهم وربطوا سيدنا خبيب واخدوه إلى مكة وباعوه لهذه المرأة التي قتل سيدنا خبيب زوجها وربطوه بسلاسل بما انهم قبضوا عليه في الأشهر الحرم اللي هم الأشهر الحرام قالوا لا يصح قتله لذا قرروا أن يسبحوا بعد انتهاء الأشهر الحرم فوضعوه في بيت يسكنه رجل وأمرأة وابنيهما الصغير فوسقوا وأمروا سكان البيت بالتيقذ والحرص بالاحتفاظ عليه وذات مرة كان الرجل صاحب البيت غير موجود وتحكي زوجته وتقول أدخل على خبيب بن عدي الحجرة ونحن في برد الشتاء فأجد في يده عنقودا من العنب ووالله ما في مكة حبة عنب لا توجد في مكة حبة عنب وهو مربوط بالسلاسل وجالس يأكل عنب معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى فتقول المرأة وعندما أدخل عليه مرة بعدها أجد في يده طعاما آخر وفي مرة ثالثة أجد في يده طعاما آخر وفي يوم من الأيام وقبل أن يقتل بيومين أو ثلاثة قال لها هل ممكن أن تعطيني موس قالت لماذا قال علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقوم بسنن الفترة مثل قص الأظافر وتهزيب الشارب وحلق الشعر وإزالة شعر الأبط بمعنى تنظيف نفسك وعندما أحضرت له الموس اقترب ابنها الصغير منه وجلس في حضنه فخافت أن يقتله لأن الموس في يده ولكنه قال لها من يخاف الله لا يفعل هذا وما كان لي أن أكون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأفعل ذلك خذي الغلام ولا تقلقي وبعد الأشهر الحرم أخذوا خبيب بن عدي وخرجوا به خارج مكة وقاموا بتعليقاه في شجرة وربطوا فيها وجمعوا كل قريش فبدأ أبو صفيان يقول لا تقتلوا إنما اضربوه قريبا من يده وقدميه لا تقتلوا نريد أن نعذبهم فبدأوا يضربونه وخبيب رافع الرأس وذهب أبو صفيان إله وقال يا خبيب أستحلفك بالله أتحب أن يكون محمد مكانك الآن فقال والله ما أحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ويشك بشوكة فكيف أحب أن يكون في مكانه فقال أبو صفيان ما رأيت أحد يحب أحد كحب أصحاب محمد لمحمد ثم قال أبو صفيان أتحب شيئا يا خبيب أتطلب أمرا يا خبيب قبل أن تموت قال نعم أحب أن أصلي رقعتين قال انزلوا حققوا له طلبوا ففكوا ساقه فصل رقعتين خفيفتين وقام فنظر لأبو صفيان وقال لولا أنت ظنوا إني أخاف الموت لأطلت فيها ما شاء الله أن أطيل ثم أعادوه وربطوه وبدأ يقول شعرا قال خبيب ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي ثم وقف يدعو الله بأعلى صوته ويقول اللهم أحصصهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وعندما داع بها قال أبو صفيان وقال لكريش قام وقال لكريش انبطحوا على الأرض كي لا تصيبكم الدعوة فأصبح هو الوحيد الذي يرفع رأسه وكلهم على الأرض فلما رأى هذه النظرة دحك وقال اللهم أبلغ عني رسولك ما فعلته فينزل سيدنا جبريل عليه السلام من السماء فيخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث كذا وكذا الخبيب بن عدي وهم يقتلونه ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة يقول له اذهب بسرعة إلى مكة وأحضر ليه جثة خبيب بن عدي ويحكي الصحابة يقول وصلت والدنيا قد أظلمت فصعدت على الشجرة أو النخلة التي كان مربوطا عليها وكنت خائفا أن يراني أحد فأقتل وفككته حتى أنزل به من على النخلة فوقع فنزلت من على النخلة أبحث عنه فلم أجده فيقول الصحابة ظلرت أبحث عنه لأنه لا يستطيع أن يعود إلى النبي بدونه فانتظر حتى يصبح الصباح وعندما طلع النهار لم يجد الجثة فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم حزينا لأنه بعثه فيه مهمة ولم ينجزها فلما دخل على النبي ابتسم له وقال لا عليك دفنته الملائكة انتهت قصتنا النهاردة وإذا عجبتكم اعملوا إعجاب واشتراك في القناة وإذا ما عجبتكمش وعندكم أي نقد قلوا لي يا رب يا رب أن لنا أخوة على الصغور لا يعرفون للنوم طعما ولا للأكل مزاقا فارقوا الأمهات والأبهات والأبهاء والأباء والأباء زهدوا في الدنيا وأقبلوا عليك كل ذلك فداء للحق ودفاعا للباطل وحماية للأعراض والمقدسات والحقوق يا رب أنسوا حشتهم وهدئ من روعهم وأربط على قلوبهم وأحميهم بقوتك وسدد رميهم إلى لقاء حبائي ترجمة نانسي قنقر